السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير والاخير يا ربي وفصحة جيدة وحوال طيبة مرحبا بكم في قناتكم قناة لوبنا معهر على فيديو جديد وكوموند جديدة كوموند نهار اليوم ان شاء الله عبارة على هذا الوسطى 3 كيف ما كتشوفوا معي يجيوا اكتر من رائعين ومقرمشين وفي نفس الوقت بوحد اللون بوحد الخلطة كذلك اللي كتعطيهم وحد اللون ممتاز كنتمنى لفيديو ديالنهار اليوم اللي اعجاب ديالكم بالنسبة للتمن غير نخليه لكم في صندوق الوصف الكمية اللي خدمت بها وش هل عطاتني من حبه فكل شي غنشاركو معاكم في هذا الفيديو ان شاء الله يلا جبكم الفيديو ما تنسونيش من فارتاج في مواقع التواصل الاجتماعي وبالعائلة والاصدقاء باش عم الفائدة وهكا باش تشجعوني دائما انني نعطي المزيد والمزيد وغندوزي ان شاء الله مباشرة المقادير وطريقة تحضير فرجة ممتعة اول حاجة هنا هي عندي واحد الكيلو ديالكالامار كيف ما تشوفوا معايا هادو كلياني ديالكالامار اللي قطعتهم قطع لها تشكل هادو نقيتهم غنديرهم فوح الكسرونة ندير عليهم شوية ديال الملح هنا عندي الكروبات كذلك لنقيت كيف ما تشوفوا معايا الروينا الرويدة هادوه غني ان أنا اسطفاء الكروبات الآن علي هنا ينتقيت كيلو ديالكالامار وزيج كيلو كالامار الذين نقيترو ينتقس غيج وكذا راني خدمت كيلو كالامار و كيلو ديال كالامار كما قلت لكم ما تكتروش علي الطياب حنا سلقناه باش ما يطلقش لينا الماء في الحشوة و كذلك كتحيد منه ديك الريحة ديالو كي يجي سراحة زوين في البساية طلاجة كيف ما كتشوفوا معي هنا هدا كان طلب ديال ديال كليان و هنا غادي نص 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 رسلتو كوموند و نص شديدو هنا عندي الحامض مصير عندي الحامض طري و عندي التومة و المعدنوس و عندي الشامبينيو هنا كيف ما كتشوفوا معي تقريبا واحد ربعة ديال فصوص ديال التوم و واحد الحامضة مصيرة كبيرة هنا واحد القبيطة صغيرة ديال المعدنوس دي قطعتها مزيان مزيان و عندي هنا واحد العلبة ديال الشامبينيو كيف ما كتشوفوا معي أولا ديال الفطر فنا كل شي درتو في مقلة وحدة المقلة هادي را كبيرة لبنات يعني را كان خدم في فيها اه الصراحة الكمية. هنا عندي هديك الحامضة اللي قطعت غنا اصر المدية لها. فيعني مرحلة وحدة بلا ارى دير الحشوة هنا دير هنا ايه الطريقة اللي هي جد جد سهلة وكتعطينا نتيجة رائعة صراحة وممتازة. ارطب لكم العظيمات هنا ايه نراه سرعة مخدمة ما نقولش لكم. قلت لابد انني نشارك معاكم هاد هاد البسيطلات بهالطريقة سهلة. هنا اضافت الزيت كيف ما نشفسو معايا. هنا الملح وما ننسوش عندنا الحامض ومصيار عندنا الهريسة عندنا صوت صوجة بالزفد الحويج اللي غالت نشاركهم معاكم. هنا در زوج مع يلقات بنسبة لهاد الكمية هدي تزوج معالق ديال الملح. نص معالق عامرة ديال اللي بزار. نص معالق ديال بابريكا حارة اولا هديك الفلفلة حارة. واحد زوج معالق تقريبا ديال اه تحميرة اولا الفلفلحة مرحلوة. كيف ما تشوفوا معايا هنا عندي صوت صوجة. يلا كان خفيف بزاف تقدروا توصلوا حتى الثلاثة ديال المعالق. هنا انا غادي نكتافي بالزوج ديال المعالق. هي لكانت هديك التقيلة تقدروا تديروا فقط معالقة واحدة. معالقة صغيرة عامرة ديال الهريسة. والمضاق اولى الحرور كيبقى على لحظة بالضوق ديال كل واحد. غا نخلط هاد المكونات كاملين مزيان. هنا الاضاءة اعطاتني ذك شي كيبين بيض ميه وراء مشرم المعالق كي ما كان قولو. هنا غا نضيف كذلك واحد ثلاثة المعالق ديال الصلصة ديال الطماطي من جاهزة. الى ما كانش موجود عندكم تديروا اه المركزة. كتخلطوه بشوية ديال الما وكتدير واحد زوج معالقات ولا ثلاثة. هنا اللي بنت لي باقي ما قطعتهاش. را كندوز عليها فذك العود. هنا راني قطعت الكروفات كيف ما شفتوا معايا. قطعت وقتها صغار بش هاكي كن غنخلط كل شي مرة وحدة ما غنديرش طريقات تانية اللي كندير طبقة بطبقة. لان هنا ما ديراش الهبراء ما ديراش كيف ما تشوفوا معايا هنا. على نار مجهدة. كنش حرو هاد الكروفات مع الكالامار على نار مجهدة. بش هاكي كي ما كيبقاش يتقلص لنا الحجم ديالهم بزيف. وف نفس الوقت يعني ما كييتلقش لنا بزيف ديال الما. فهنا غندوز الشعرية الصينية اللي الماء دايرة فيه الملح. وغنضيف فيه هنايا قطع ديال الشعرية الصينية. كل قطعة هنايا فيها خمسين جرام. تقريب اندر شي ستة ولا سبعة ديال القطع. وهنايا عندي اه الحوشوة كيف ما شفتوا معايا رباقي فيه واحد شوية ديال لاصوس. انا منش شفتوش اكس بخي باش اناني غندير هاد الشعرية الصينية. غنديرها سخونة مزيان كتكون ناشفة. وغنخليها تشرب هاد الماء او لهاد السلسة ديال هاد الكروفات مع الكالامار. كيف ما كتشوفوا معايا راه هاد الحوشوة هادي جات ناشفة ناشفة باتاتا يعني مني هزيتها. كتبقى ديك شعرية لاصقة بنشوف يديالها في المقلع. هنا عندي الورقة ديال بستايلة. غنخدم انا بهاد الورقة هادي حاليا. هي اللي كانت موجودة عندي. كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحاول نحل هاد الورقات هادو. والطلب هي اللي كانت عندي اولا كوموند. فكان مطلوب انني مندهنهاش بالزبدة. غادي نكتافي فقط بشوية ديال زيت لا خلطة من الفوق ولا حتى شي حاجة. غا تشوفوا معايا انني غا نرسلهم بدون طهي يعني كان نلففهم في البابي كويسة او الورق ديال الفرن. وكان ديرهم في البلاستيك غذائي او الالومنيوم من الفوق. سافي وكان نرسلهم. هنا كان دير زوج ديال الورقات من هادو اللي دهن سبز زيت نباتية. كان دير واحد الكمية ديال شعرية ديال ديال الخاليط اللي خلطه باش ريصين يا عفوا. كيف ما كتشوفوا معايا تقريب الكميارة كتوصل ميتين وعشرين غرام تقريبا في الحبه. هنا يا مدرت للإطار لاتي شي حاجة خدمت عيني ميزاني. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا كان نبدا نجمع بالنسبة لهاد الورقة اللي كتكون هاكا شوية ناشفة. اااا تحاولوا التعاملوا معاها باش يجيوكم اللي بسيط لها ديالكم. بشكل ديالهم ضاير حاولوا لانكم تبدأوا اجمعوا وكتبدا تجاروا هاد البلي هادو بالنسبة للمبتديات لاول مرة كيديروا البسيطلة كنبدأوا نلفوا بهالطريقة وكنديروا البلي باش كتجين البسيطلة دياننا ضايرة مزيان من كانوصلو الاخر كنجروها مزيان وكنجمعو هادية البسيطلة دياننا كنديروا ورقة فورقة لاننا إلا درتوا ورقة واحدة راه كتقطع لكم ف الطياب هنا ايه كان ضيف فراني كان دير زوج ديال الورقات وحده فوق وحده كان عمار فوقهم شعرية صينية هنا ايه ديالي خدامينا البناس ما كيلل مع القلة وعلو مع القلة ما برداتش ليالقل باتاتا لان خصنين دير كمية كتيرة ديال الحشوة هنا كان بدأ نلف بهالطريقة وانا كان دير فليبلي كيف ما كتشوفوا معايا كان لف بهالطريقة بش كان حصل على واحد البسيط لا دايرة كان شدها وكان قلبها في الوجه ديال هذيك البسيط للتانية وكان بدأ نجمع عليها كذلك بهالطريقة هذي وحنا كان جمعوها كياء في الورقة ديالنا بالبلي هكبها تشكل وكان رجعو ندوروها لهاتجية انا مكان الاستقلا ببيض لابدقيق لابدتيشي حاجة لانا انفو كتحطوها في اللاطارة هاكتشد في راسها مزيان صافي هنا يا هندير وحده فوق وحده ثاني وغا ندير معاكم هذي اخر وحده وغا نمشي نخدم بصور عالي انا مني كان نكونوا نصوروا كان حاولوا اننا نديروا معاكم الخدمة ببطء حتى بالنسبة للمبتدئات باش هكا يكون شرح واضح ومفهم هنا يا كيف ما كتشوفوا معايا صافي كان نكمل بهالطريقة وهذه هي الكمية اللي رسلت الكليين فكانوا تسعة ديال الحبات قريبا كان طالب من تسعود حتى العشرة صافي وجدت انا هادو فهنا بغاوهم يعني بلا طياب فلففتهم في الورقة ديال الفرن اولف هذوك الورقات اللي كانت ملفة فيهم الورقة ديال البسطيلة لاننا رطبئين وسهلين في اللفة لفيتهم ومن الفوق كانت زيار عليهم بالالومنيوم او البلاستيك غذائي وصافي وجمعتهم هنا الكمية اللي بقعت عندي الزيت هذو للضار ديالي فانا اضرت عليهم شوية ديال الزبدة والحوشو اللي بقعت لي عمرت بهاتا انا تسعادية الحبات يعني النص نص الكمية اللي بقعت عندي من هذك الخاليط ديال الزيت والزبدة اضفت علي شوية ديال تحميرا وشوية ديال بابريكا حارة غنخلطهم مزيد مزيد ومن الاحسن انا نخلو هذو الخاليط واحد شوية يرتاح باش هكا كنناخدو غير اللون اللي ملفوق وما ناخدو جو كل حبيبات ديال تحميرا وديال بابريكا لانهم كيتحرقوا لينا ملفوق في البسيط لا هي مني كي يطيبو راه كتتحيدوهم يعني كتقدرو تمسحوهم بوحد الكارتا ولكن من الاحسن انا ناخدو غير هذك الزيت ملفوق اللي تلون هنا كان دهن كيفما قلت لكم الورقة راني دهنتها بالزيت والزبدة هذي لانا لي انا ولان الطلاب كان صراحة ديالك ليان انها تكون فقط بالزيت وهنايا دهنتها بهذا الخاليط اللي كي اعطى واحد اللون رائع صراحة وكتجينها مقرمشة من الفوق وخات برد بساعة ولزوج ديال ساعات كتبقى مقرمشة في هاد الاثناء الفران خدام على مية وستين حتى مية وسبعين داراجة وكنخليهم يطيبوا على الخاطر ديالهم كيشدوا لنا شوية ديال الوقت في الفران ولكن كيجيوا ممتازين محمرين على هاد الشكل هادا انا من الفوق زينتهم شوية ديال الفرماج كيفما شفتوا معايا الفرماج بيض والفرماج الليموني ها كهد البرتقالي وكذلك زينت بقشور او لا عفوا بالطريفة ديال الحامد اللي درتهم بحبوب الخشخش وهذا والشكل ديالهم من الداخل الصراحة هنا يرى من بال كيفما كتشوفوا معايا القرمشة رائعة هنا من بعد قريبا ساعة او نصبش طايبي يعني القرمشة ديالهم كتبقى ممتازة وكيفما تعرفوا البسيطلات كيبقى وشدين سخونة فكيجي ورائعين المدق ديالهم خطير مرحلة وحدة كيفما شفتوا معايا الطريقة اللي هي جيد جيد سهلة بدون تعقيدات بدون مراحل بدون معن فالطريقة الصراحة ممتازة وسهلة ما تخليكم شاكزوا انكم تديروهم ممكن تديرو الكمية ديال الحوت لاش قدرتون تومها وخا تكون غير رابعة وتخدموها في رابعة ديال الشعرية راك هتعطي واحد اللي بنا خطيرة وخا تكون غير شوية ديال الكروفات بلا كالامار يعني اصبق لي وشاركتها معاكم فهنا ايا كان الطالب ديال الكليان ان تكون البسيطلات عامرين بشوية ديال الكروفات وكالامار لهذا لبيت الطالب وتأنا اختي محرمت شراسي ذاك شي اللي بقى تبرعت على راسي بهاد البسيطلات وزينتهم ليا باش نوريكم الشكل النهائي هاكا اللي بغى يزين ما اذا ديالو اولا كذلك إذا عندو ضيوف ولا بغى يخدم واحد الكوماند الكليان وبيخرجها طعيبهم زينة فانا ما بخلتش عليكم ولا بتجي حاجة كنتمنى على فيديو ديال نهار اليومينا الاعجاب ديالكم بنسبة الثامن غا نخليه لكم في صندوق الوصف الكمية كيف ما قلت لكم اعطاتني 18 ديال الحبات راهم كبا يبراين يعني ما شاء الله يعني وازنيين وكنتمنى على فيديوين الاعجاب ديالكم تبرتجيو بالعائلة والاصدقاء باش تعمل فائدة وهكا باش شجعوني وتحفزوني انني دائما نعطي المزيد والمزيد وإلا كنتو اول مرة كاتشاهدوا القناة ما تنسونيش من سوبسكرايب وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة اكيد الى اعجابكم المحتوى كيف ما قلت لكم دائما ونقول لكم السلام عليكم نلقاكم فيديو قادم بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة